مزلنا معكم في مدينة السلط مزلنا في هذا المكان الموحي بكل الجمال والتراث والإبداع هنتكلم هذه المرة على أيضا الإبداع والتراث ولكن الجمال الغير مادي بقى يعني الجمال إزاي ممكن يبقى فيه تفاصيل حياتنا تفاصيل بنعيشها تفاصيل الناس بتعيشها وكمان بتحفظها بتبقى زي التراث تماما الأكل والشرب والملابس اللي هي حياتنا كلنا السيدة الجميلة اللي معروفة هنا بالنشامة زي ما بيقولوا يعني بعظها متها كده بلهجتنا المصرية وهي السيدة ثائرة عربيات مساء الخير يا سيد هلمسة طيب مساء النور والسرور في مدينة الأوائل ومدينة الضيافة الحضرية مساء الخير وحقيقة السعادة إحنا النشمية الثائرة عربيات حقيقة آيقونة مهمة من آيقونات هذه المدينة المتجذرة بعمق التاريخ بمبانيها ببنائها بطرازها المعماري وأيضا الإنسان وطيبة الإنسان اللي متواجدة جذبني زي اللي حضرتش لابسته ألوان متداخلة لون الأسود زغار في طريقة معينة لفة الراس اللي احنا نسميها مرات بجنوب العراق العصابة العصابة نعم فياريت تعرفين عن شنو كانوا لبسون أهل السلط وهذه التداخلات هل هي موروث تم تحديث عليها لو هي باقي على نفس الطراز اللي في تصاميمها بصراحة مدينة السلط يعني هي مدينة مأهولة بأكثر من ألف سنة ودور المرأة دور عظيم في المحافظة والموروث والعادات والتقاليد لأن المرأة بتجمل أي شيء وبتزين أي شيء بصراحة التراث اللي خلنحكي الأزياء التراثية الصلطية كثير مهمة وكثير جذابة زي ما تفضلت والألوان الموجودة فيها بتحاكي جغرافية مدينة الصلط الجميلة الجبلية التي تمتلك أربع تضاريس جغرافية احنا عنا الجبل والواد والسهل وعنا الغور بالإضافة للبحر الميت تابع لعنا محافظة البلقاء هاي الجمالية أو المزيج بين الطبيعة بين جبالها وبين وديانها وبين السهولها استوحت المرأة وظفت هاي التضاريس بالقطب اللي بتحطها على الأثواب القديمة زي الخلقة الصلطية اللي راح تشوفوها كمان شوي الخلقة الصلطية هو ثوب عظيم جدا لأني بحكي عنه عظيم لأنه هو من مصنوع من قماش التوبيت الإنجليزي الأصلي هو مأخوذ من لدوة القز يعني هو قماش حرير طبيعي 100% بالإضافة إنها أضافة الألوان زي ما تفضلت ألوان ورود مدينة الصلط وطبيعة مدينة الصلط بالإضافة للقطب اللي بتحاكي جبال مدينة الصلط احنا عنا قطبة اسمها السلسلة والعرجة وعنا قرط المرجان يعني هاي القطب بصراحة كثير جميلة وأي إنسان بيجي وبيهتم بالتراث الأردني أو التراث العالمي بشكل عام لما يشوف القطب الصلطية الموجودة على الخلقة الصلطية بيكتشف إنه عظمة المرأة وجمالية المرأة في تزيين وزخرفة هاي الأثواب اللي إحنا نتفاخر فيها سيدة ثائرة يعني لما بنحكي عن الثوب التراثي بنحكي قاعدين عن ثقافة كل منطقة في إلها لون معين في إلها طرزة معينة كمان الألوان بتعني شي مثل ما قلت إنه هذا النهر وهذا التربة وهذا الشجر طيب نحكي أكتر شوي عن الثوب نفسه في أطوال للثوب لما يكون الثوب يعني ممكن هاي معلومة ممكن نتفاجئ بعض المشاهدين نتحدث كمان برضو عن الردين أو الردان اللي بيكون في نهاية لكم أحكي لنا شوي أكتر عن المرأة بصراحة الأثواب الأردنية لكل محافظة بتختلف من محافظة لأخرى حسب زي ما تفضلت يعني حسب المنطقة وجغرافيتها لكن الثوب الصلطي أو الخلقة الصلطية هي بالإضافة أنها مصنوعة من قماش التوبيت هي يعني مأخوذة من 16 إلى 22 ذراع كما حسب حجم العروس لأنه هو الزيت تقليدي للعروس تحديدا نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كمية القماش المستخدمة في جمالية المرأة أنه كيف وظفت كل جزء موجود في هاي الخلقة من الطي كانت تستخدمها لما يطلعوا على الحصيدة وزي ما حكى المهندس أنه كانت تصدر مدينة الصلط العنب والبقوليات كانت توظف هاي الطي لنقل حاجياتها وأغراضها للحصيدة لما يطلعوا يقودوا فترة في الحصيدة بالإضافة إلى الردن الشمال والردن اليمين الردن الشمال المرأة تضع على رأسها لتوضع فوقيه العصبة زي ما أنتم شايفين العصبة الحمراء للعروس أو للصبية وعندنا العصبة السودة للمرأة الكبيرة في العمر أو لتوفى زوجها لازم تلبس العصبة السودة هي ممزوجة من خطان الحرير مع الفضة كمية الفضة بتدخل في العصبة نحن نسميها العصبة أنتم تسموها العصبة العصبة أو العجل يعني على أنه هو على شكل دائري بتعمل المرأة على شكل عجل وبتوضعه على رأسها بالإضافة للردن اليمين تحطه فوق راسها لما كانت تطلع من بيتها لتغطي رقبتها وشعرها في هذا الردن حكيت كلمة الخلقة والمصريين الصعيدة بيقولوا الخلقات الخلقات يعني شعلك يتشابه على كنات برضو خلقاتي طيب يعني فائرة أنت تحدثت الآن عن أربع مناطق جغرافية تحدثت أيضا عن أثواب بتخص كل منطقة لربما حسب الوضع سواء كان بالحصيدة أو سواء كان هي عروس أو بغض النظر اليوم إحنا رح نشوف بعض هذه الأثواب ومن خلال شرحك خلال استعراضنا أيضا للأثواب عم نشوفها مع بعض طبعا الخلقة السلطية هي مصنوعة زي ما حكينا من قماش التوبيت الأصل الإنجليزي اللي كان يستورد من بريطانيا هو كمية القماش مستخدمة فيه من 16 إلى 22 دراع حسب حجم العروس بالإضافة أنه تفاصيله الطيّة اللي أنتوا شايفينها اللي هي بعد ما نحط الحزام أو السفيفة على الخصر بنعمل هاي الطيّة لا كانت تساعدها لنقل حاجياتها وبالإضافة للعصبة الحامرة لعلى الرأس عنا العباية أو المدرقة اللي بنحكي لها الشباقيات اللي هي عبارة عن مش ردان مش كمام طويلة هي الشباقيات بتربط على الظهر هاي لسيدات اللي احنا بنتفاخر فيهم للسلط اللي هما البلقويات والعبابيد والعدوان وبني صخر وبني حسن عنا المدرقة المطرزة هاي مدرقة الطارة كانت تستخدمها المرأة في الحياة اليومية بتعجن وبتخبز فيها طبعا زي ما أنتوا شايفين الألوان موجودة احنا بنحط الحرير في بيت المكوك والماسورة العادية بتكون من فوق طبعا نستخدم احنا الماكينة القديمة العجل مش الكهربائية مش مخملي صحيح مخملي لقم مخمل طبعا هي مخمل للشتاء مخمل وللصيف تبيت وعندها كمان هون مزيج من الألوان الجبلية اللي مشهورة في منطقة المغارب وبطنة الربيع الورود الطبيعية اللي بتزين مدينة الصف صفية أكثر طبعا أكيد يعني حسب المنطقة ما تدخل بيها تطريز الإيد تطريز الإيد عندنا سلسلة والعرجة وقرط الورجان والفناجيل هاي بالإيد بتكون يدوي يدويا طبعا وعندنا هون كمان توب اسمه توب لقراس توب لقراس هو على الطارة لكن الإقراس اللي انتوا شايفينها الدوائر الحمر والألوان هاي على الإيد زي العقال حلوة أيوان هاي على الإيد من خلنحكي حرير الدي أمسي بنعمل هاي الإقراس وبتزين في المرأة الصلدية مكمل عنا القطعة اللي هي الدراعية أو الكبوتة اللي كانت تلبسها المرأة في أيام البرد القارس كانت تلبسها فوق المدرقة في الحياة اليومية وبتلبس على رأسها المنديل دائما المرأة الصلدية بتتزين في المنديل والشماق في الحياة اليومية في البيت لأنه كانت بتعجن وبتطبخ في بيتها على أساس أنه يعني يتحافظ على نظافة الأكل اللي بتعمله رائع تفاصيل كتيرة وحلوة شو رأيكم كافئ لا لا تفاصيل كتيرة وحلوة وفيها مجهوده ده اللي أنا بقوله أنه المرأة العربية هي نقلة بقى لتفاصيل الحضارة صحي يعني هي نقلة لتفاصيل الحضارة عايزة أقولك حاجة ثائرة إحنا ما بطلناش أكل في الحاجات الحلوة اللي قدام دي فيريد بردو تقول لنا ده إيه اللي احنا أكلنا في كلنا كلكم مشتركين في الأكل بس طينا أسماء لكل بلد إحنا شنو اللي نسمع آه بالضبع يعني أنا هقول بالمصري اللي أنا شايفاء رح نتشارك الأسماء أنا هقول بالمصري زبيب نعم زبيب نعم نعم زبيب زبيب نفس الشيء حمص حمص بالعراق أضامة أضامة فلسطينية أضامة بردو كمان أضامة حمص بردو بس مسكر لا خربش خربش نحن نسح لمسكول مسكول مسكول ملبن ده بالنسبة لي ملبن ملبن راح و بسكوت راح و بسكوت نحط معه البسكوت لا هو الملبن اللي بلنا واللي هنقدره نحن ما ندرنش زي وخار زبوص هاي قصدها هاي الخبيصة الخبيصة والخليل بسموه الملبن الملبن الخليلي طبعا الخبيصة هي والزبيب من حكينا عن مدينة الصلط وكمية المزارع المزروعة في العنب وأجود أنواع العنب الصلط ومثاليته لأنه بظلوا لشهر هداعش يعني العنب الصلط نحن بطول لأنه هو منتجه كثير زاكي بنعمل منه الخبيصة اللي هي عبارة عن عصير العنب طبعا نحن بنعمله بآخر موسم العنب لما يكون العنب نحن نقولهم حلون يعني نفكر بس دي فكرة حلوة نعمل بنحط معطخين الجمع أنا عايزة أقول للأهل مصري يعني ممكن نعملها في رمضان ورمضان جاي العنب هاتف زي أمر الدين هاي إحنا من مونة المونة الصلطية الجافة اللي هي الزبيب والخبيصة والعنب بتتعامل منها نعم نعمل بخط معطخين جمع فأنا عايزة أقول لكم إحنا شايفين في الكاميرا أجواك وأكتر مجدرة اللي هي كشري كلما بتيقوا مصري ذاك من كشري بس مجدرة هنا عدس وروز عدس وروز ثائرة المجدرة مختلفة عن كشري المصري المجدرة إحنا طبعا هي من الأكلات الكثير طيبة لأنه إحنا بنعملها بالبرغل البرغل طبعا هو القمح لما نسلقه ونشفه بنطحنه برغل ناعم وبرغل خشن وعندنا جريش القمح عاملين إحنا اليوم كمان الرشوف راح تشوفوا الرشوف هي عبارة عن شوربة بس إحنا بتدخل فيها العنصر الأساسي اللي هو الجميد جميد السلطي بالإضافة للعدس الحب مع جريشة القمح الجريشة اللي هي القمح اللي بنجرشه على الرحة على اللي خلن نحكي على الجاروشة بدون ما نسلقه بنستخدموا للرشوف وللحماميصة وللأكلات التراثية القديمة وفي عنا الفطيرة السلطية الفطيرة السلطية هي من خبز الشراك طبعا إحنا في لزاقيات اللي هي كنافة البدو لكن إحنا بالسلط من خبز الشراك كنافة البدو مختلفة عن الكنافة العادية طبعا هي كنافة البدو اللي هي لزاقيات بيكون العجين أو مش مخمر ونعمل على الصاج ونحط معاوسة من بلدي أو سكر أو زيت زتون هل تخلى شيء في وقت ثاني قبل ما إبراهيم يسأل أكوه شيء ثاني ينضاف إليه تكون لزاقيات فقط سكر زمان كانوا رشوا السكر الخشن هسا صار يحط القطر نحن على الصاج نسميه في العراق سياح نعمل من الطحين التمنى نصيح ويخلوه على الصاج بطريقة معينة بس ما يضيفه لا سكر ولا هاي ويأخذوه بوقت الفطور فقط حلو يعني ثائرة يمكن من خلال اللي عم نشوفه وكلنا عم نسمعه قدي هذه الأكلات والعناصر الغذائية عم تعطي طاقة يمكن زمان كانوا يحتاجوها جدا بالحصيدة والحياء اليومية بزات في البرد تلي وين دول وبالبرد صحيح يعني درقة الحرارة النهاردة خمسة ستة نسبة البروتين إبراهيم فيها عالي جدا لأنه هي منتجات طبيعية جدا يعني مغذية ومفيدة يعني حتى إحنا لما نعمل المسلوع اللي هي شربت العدس بنحط محها رز ليش عشان يتقبلوها الأطفال لأنه العدس شوي دقيل الرز بعطيها تماسك وبيخففها شوي وبنحط محهم كمان الجزار والبطاطا على أساس أنه يستقبلها الطفل يعني زمان أهالينا يعني كانوا على البركة يعني الأكل التراثي يطول الشرح عنه لكن عندنا إحنا كانت الحوسة الحوسة بي أي شي خرط يعني البصلة خرط مع حسب الموسم اليقطينة أو البتنجانة أو القرعة كله بيعملوه خاصة بيعملوها على الحطاب وعلى الله سيد ثارح نحن حقيقة نريد نطلب من سلام يختم الحلقة لأن أول شي أكون رائحة زاكية مثل ما تقولون رائحة الأكل اللي موجودة أختم حتى نروحها سيد ثائرة عربيات المختصة بالتراث الثقافي غير المادي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا شكرا جزيلا لك على حضورك